فيه روح حلوة فيه روح حلوة خدوا بالكو أحمد ياسين ده مثلا ممكن يكون لعب كان بيفكر تبقى ليه ما دخلتش في القايمة دي مثلا أنا كنت مع أقلس كروش قبل كده في البطارة العربية كنت ممكن يخش مثلا مثلا يعني مكان ياسر برايم ولا محمود علاء ممكن يقعد يفكر بالطريقة دي بس الروح حلوة الروح عظيمة ياريت تبقى روحنا كلنا كده للسوشال ميديا وفي الاستاد اللي يلعب كلنا في ظهره اللي بيلعب كلنا نسنده إذا كان زميله اللي هو فيه لعب في المنتخب أكيد واخد مكانه ومش فارق معاه ويقول يا ربي يسعد كاس العالم والفكرة الحلوة اللي قال أحمد ياسين ما تسعد كاس العالم ولعب أنا كاس العالم يمكن الظروف اللي واحد ما يعرفش يحصل فيها إيه ويبقى أنت وصلتني كاس العالم وإيد في إيد التاني يسلم ويخش هو يلعب كاس العالم هي الدنيا كده هي الكرة كده في حاجة عظيمة جدا بالمناسبة محمد صلاح قائد منتخب مصر بارج النهاردة لمحمد مجدي أفشة عودته للمنتخب في أول مقابلة بينهم بعد انضمامه وأفشة كان مبسوط جدا بتهنية صلاح وعدد كبير من اللعيبة كانوا كمان مبسوطين جدا بعودة الأفشة اللي بتربطه علاقة كواية جدا بمعظم اللاعبين شايفين الروح أصله أفشة هيبقى متضايق أصله أفشة هيبقى زعية عشان ما كانش موجود الفترة اللي جاية أصله طب اللعيبة متعرفين طبعا سمعتوا كلام أصله في لعيبة بتاخد لعيبة عايزة هي تبقى تخش في المنتخب في لعيبة بتجامل بتكلم مع المدير الفن عشان ياخدوا لعيبة تانية وأصله أفشة مش محبوب كل الكلام ده كل الكلام ده مش موجود كل الكلام ده واحد صح من النوم قرر يكتب بوست على الفيسبوك يقلب فيه قصة حلوة فرح كتب وهي مش حلوة طبعا يا قصة من خياله يعني قصة والناس توقيت تشاير أه أصله قفشة لكن الناس جموع الناس عارفين العلاقة اللي بين كل اللعبين حاجة محترمة جدا النهاردة برضو محمد عبد المنعم وعمر كمان عبد الواحد جماعتهم جلسة مع محمد صلاح اتكلم معهم شوية دايق وكان بيديهم نصايح واضح انه كان بيديهم تعليمات معينة حابب ينقلها ليهم خصوصا عمر كمان عبد الواحد اللي هيرائب بالتأكيد ساديو ماني بالتوفيق لعمر كمان عبد الواحد واكيد عمر جابر كمان في نفس المركز اخدوا بقى الخبر الحلو ده والله الخبر ده وانا بقراء قبل ما ادخل على الهوى مبسط وفرحت